وصلنا على صفحتنا من حساب داليا عبد العظيم بتقول أرجو الرد ضروري هل يجوز للأم أن تنفق على أولادها زكاة مالها في حالة أنها مطلقة والأب لا ينفق تماما يعني في حالة أن بنتها مطلقة وجوزها اللي هو طلقها ومطلقها ده ما بينفقش لا على الأولاد ولا على الزوجة يعني لم تديها فلوس عدتها ولا يمدي للأولاد فلوس نفقتهم ولا حاجة خالص ينفع بقى الأم طوعة الفلوس ده لبنتها أو لأولاد بنتها الحقيقة لأ لأ ليه لأن هم إذا افتقروا هي تنفق عليهم ويجب على من حولهم أن هم ينفقوا عليها إذا افتقر طيب ده معناه إيه؟ أن الأصول والفروع ما ينفعش نديهم من زكاة من سهم الفقراء والمساكين لكن في حال تاني أن الأولاد لو بيروحوا مدرسة مثلا فلما يروحوا مدرسة ليهم مصاريف مدرسة ممكن يتدفع مصاريف المدرسة دي لأنه مساعدتها مش هيتدفع مصاريف المدرسة من سهم ماذا؟ لا من سهم الفقراء ولا من سهم المساكين وما هيتدفع من سهم إيه؟ في سبيل الله قالوا ليه؟ قالوا لأن مصرف في سبيل الله الفقهاء وهم بيشرحوه والمفسرون وهم بيشرحوه قالوا المصرف ده في الجندية يكون في الجندية ويكون كمان في التعليم ليه؟ عشان حديث النسائي حديث أبو ريرا عند الإمام النسائي بيقول إيه؟ من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع آه فيأخدوا إيه؟ في سبيل الله يبقى يخرج من هذا السهم أو ممكن يخرج من سهم تاني بنتهى عليها ديون وركبها الديون ومش عارفة تسدد آه فتدلها الفلوس ويكون ده من سهم الغريمين وده تللي اختاروا السادة الملكية وده اللي احنا بنفت بيه إذا كان الأمر هلعزن نحب لكن إن الأولاد أو الأباء والأمهات ياخدوا من زكاة الأبناء أو من زكاة الأباء والأمهات فلأ إذا كان من سهم الفقراء والمساكين السؤال الثاني جانا من حساب عبدو صبحي بيقول إيه؟ السلام عليكم يا شيخنا عندنا في الشارع كذا قطة بتعمل أصوات غريبة بالليل تشبه بكاء الأطفال وأصوات نواحة كأنها هتتكلم فده يعني إيه وشكرا؟ الناس اللي بيربوا قطة بيعرفين الحكاية دي الحكاية دي بممكن بيحصل في فترات الاحتياج إلى التزاو وفي فترات الألام اللي بتكون عند القطة فالكلام ده لا فيه علاقة طبعا إحنا عندنا إحنا مبدعين يعني الإبداع ما فيش أكتر منه خاصة الإبداع فيما يتعلق بالحيوانات اللي بتحطنا بما إن الناس قالوا إن نايق الحمار لما بيشوف الشيطان يبقى إيه اللي يحصل تعالوا نقيس بقى وتعالوا نبدع بقى فالقطة لما يحصل لها صوت ده يبقى برضو بتشوف الشيطان أو بتشوف عفريت لا لو سبعت تتوقفوا عن كل هذا ده أصوات معروفة الناس اللي بيربوا القطة عارفين الأصوات دي طب نعمل إيه؟ لو كانت السؤال هنا وما سألنيش إذا كانت الأصوات دي بتزعجنا إذا كانت الأصوات دي بتزعجنا محدش حرام عليكم هذا إثم عظيم لو حصل ده لا حد يجي جن بالقطة لا يموتها ولا يعمل ده بس يعمل إيه؟ يعمل حاجة بسيطة جدا يتصل بالجمعيات اللي من شأنها إن هي تعمل ده وهي جمعيات رعاية الحيوان وهم ياخدوهم إذا كانوا الكلام وصل إلى حد الإزعاج وعدم القدرة على النوم وكده لكن ده ما ليوش علاقة خالص إيه إما شايفين إيه ولا ده ليه علاقة بحياة القطة ليه علاقة بحياة إيه؟ بحياة القطة فلابد إن إحنا نكون فهمين ده